قسيس رضا مش عارف كيف بدأ أشكرك لكن بشكرك من كل القلب بالنيابة عن كل مشاهدين وبحب أسمع تعليقاتك وإذا في أي أسئلة بتحب توجهوها كمان للقسيس رضا احنا ممكن يعني نعمل كمان حلقة اللي نستكمل هذا الموضوع لكن في الختام عاوز أتكلم عن شيء واحد قسيس إيراني من إيران حكالي عن قوة الكتاب المقدس وهذا الشخص كان يحاول أن يضحض يعني عاوز يثبت عدم صحة الكتاب المقدس فقرأ أحدهم الكتاب المقدس لكي يضحضه ويثبت عدم صحته فانظر ماذا اكتشف وماذا استنتج أولا هو يقرأ الكتاب المقدس ابتدأ يقرأ كل يوم ساعة فيوما ما قال لزوجته أولا إذا كان هذا الكتاب صحيح فنحن خاطئون شيء ثاني الاستنتاج الثاني كمل يقرأ في الكتاب ثم واصل القراءة وقال إذا كان هذا الكتاب صحيح فنحن هالكون ثم أكثر بالقراءة في الكتاب فقال يوجد رجاء وخلاص فطلب الخلاص هو وزوجته باختصار أحبائي هذا كان يهاجم الكتاب وعندما ابتدأ يقرأ ليه الناس بدهاش تقرأ أكيد عندك يا مشكلة أدبية أخلاقية أو عمى روحي أو إنه الكتاب المقدس بيكشف لك أو بغيرك لأنه كل اللي بيقرأوا كتاب المقدس اتغيرت حياتهم استنتج أنه هو خاطئ استنتج أنه هو هالك ولكن عندما أكمل بالقراءة استنتج أنه كلمة الله هي كلمة الحق التي تخلص الإنسان فكر بماذا تفكر وأنا أضيف كلامي مع القصة رضا أنه لا يوجد دليل أي كتاب تحت الشمس عنده الأدلة العلمية والتاريخية والحفرية وكل أنواع الأدلة الداخلية والخارجية وإلى آخره مثل الكتاب المقدس فيبقى صامدا ثابتا ولكن خلينا أحكي لك بكل بساطة هذا الكتاب المقدس فيه رسالة الله محبة الله رسالة الخلاص بتكشف لنا عن قلب الله الذي لا يريد أحد أن يهلك بل أن تأتي إلى الخلاص من خلال يسوع المسيح أتمنى أنك أخذت هذا القرار ربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر